بسم الله الرحمن الرحيم يثر شبكة الألوكة للتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناقفة أن تقدم لكم هذه المات التبرج للمؤلفة نعمة صدقي يقرأه عليكم إسماعيل لوضة التبرج هو إظهار الجمال وإبراز محاسن الوجه والجسم ومفاتنهما أو كما يقول البخاري رضي الله عنه التبرج أن تخرج المرأة محاسنها وحفاظا للمجتمع من ضرر التبرج وصيانة لجسوم النساء من التهتك ولحيائهن وعفافهن من الفساد وإبعادا لنفوس الرجال من الإغراء فالتدهور نهى الله العليم الحكيم النساء عن التبرج وهو سبحانه الخبير بضعف الإنسان وطيش الشباب فاسمعنا أيتها النساء المسلمات إلى أوامر الله لكن إن كنتن حقا من المؤمنات وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون اعلمن أن الخمار في قوله سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن هو ما يغطي الرأس سواء كان طرحة أو إشرب وأن الجيب هو فتحة الصدر فعرفن ذلك ولا تغفلن عن أن الله تعالى يأمر كل مؤمنة بأن تغطي صدرها وجيدها بالخمار لا رأسها فحسب إذ يقول وليضربن بخمرهن على جيوبهن وهذا صريح جدا في وجوب الخمار الساتر لرأس المرأة وصدرها إذن فمن خلعته فكشفت عن رأسها أو صدرها فإنها لم تحترم أمر الله تعالى فتصبح بذلك من العاصيات المستهترات بغضبه وعقابه تنبهن أيتها المسلمات إلى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إذ أنه لم يعين زينة في أي عضو أو ثوب فإن ذلك يدل صراحة على أن كل عضو قد يكون فيه زينة وفتنة وأن المؤمنة التقية هي التي تقدر ذلك خوفا من عقاب الله وغضبه والزينة هي كل ما يضفي حسنا وبهجة ولا يقصر ذلك على ما تتحلى به المرأة من الحلي والثياب والجواهر وما تتجمل به من الأصباغ والأدهان بل إن الزينة أكبر الزينة ما خلق الله في جسمها من مفات وما فطره عليه من تناسق للأعضاء وجمال لتناسقها إن الله قد أنزل هذه الآية وهو يعلم أن من النساء من تختمر للزينة والفتنة وتتجمل بالخمار لأنها تديره على رأسها مائلا ذات اليمين أو ذات الشمال وتحليه ببعض الحلية وبإرسال خصلات من شعرها اللامع على جبينها أو تجعله على شكل تاج يزيد في جمال وجهها وحتى ليكون الخمار نفسه زينة للناظرين عكس ما أراد الله من جعله ساترا لزينتها وفتنتها وزعمت أنها أطاعت الله واختمرت كما أمر ألا فلتعلم هذه المخادعة أن الله عليم بما في نفسها من شهوة التجمل والتبرج وأنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى ما في قلبها من الاحتيال والمخادعة فرغبتها في أن تبدو جميلة وأن تحوز إعجاب من يراها ولو بالخمار تبرج يمقته الله ومعصية يعاقب عليها ولذلك عقب قوله سبحانه وليضربن بخمرهن على جيوبهن بقوله ولا يبدين زينتهن أي أن الخمار وحده لا يكفي مع التجمل والتزين ثم تدبر قوله سبحانه وتعالى ولا يضربن بأرجولهن ليعلم ما يخفين من زينتهن تعلمين أن الله عز وجل ينهى عن استلفات النظر إلى الزينة وإن كانت مستورة فالثوب الفضفاض الذي لا يبدي جمال الجسم يبرز منه شكل الأعضاء باهتزازها في الحركة العنيفة والمشية أو الالتواءة الخليعة كما قد يسمع عند الحركة رنين الحلي المستترة ثم تدبري قول الله عز وجل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن المؤمنات القانتات العابدات فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض تعلمين أن التبرج يكون حتى في الصوت بتمارضه ولينه ودلاله وهاكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت المرأة متعطرة فإنها زانية وهو يثبت أن التبرج كذلك يكون بتضوع ريحها وتعمد لفت النظر إليها بطيب الأطر وعن أم سلمة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق فأعرض عنها وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه أباح الله للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها ولكن بلا أي زينة فإذا هي زينت وجهها بالأصباغ أو طلت جفنيها أو شفتيها وجب أن تستر زينة وجهها بقناع وإذا هي خضبت كفها أو أظافرها وجب أن تستر زينة يديها بقفاز لأن الله تعالى يقول ولا يبدين زينتهن فتدبروا يا أولي الألباب آيات الله وحديث رسوله واعقلوا ما فيها من حكمة وأدب واعرفوا هذا الاحتياط الشديد وهذا الحذر في الابتعاد عما يدعو إلى الزلل فما أحكم هذا الحرص الذي يأمر المرأة بأن لا تمتع عينا غير عين زوجها بجمالها ولا أذنا غير أذنه بحلو حديثها ولا أنفا غير أنفه بشذا عبيرها ولا خيالا إلا خياله بما تخفيه من زينتها وحليها لتكون بذلك في حصن حصير وسياج من الصون متين أمين بعيدة عن أنظار الفجرة الفاسقين فإذا رجع الناس إلى هذا الصراط المستقيم وإذا تفهموا الحكمة في أوامر العليم الحكيم وجدوا أنه تعالى لم ينهى عن شيء إلا لما فيه عليهم من ضرر جسيم ولا أمر بشيء إلا وكان فيه لهم الخير العظيم وأنه أراد أن يحفظنا ويربينا بشرائعه وآياته الكريمة فزينة المرأة وظهور جمالها بين الرجال غواية وإغراء وشرارة تضرم ما كمنا وخمد في نفوسهم من شهوة حيوانية كما أن رؤية الطعام وشم رائحته يوقظان الشهية والنفس لا تشتهي إلا ما تقدمه العين لها ولذلك أمر الله تعالى الرجال أن يغضوا من أبصارهم وأتبعها بقوله ويحفظوا فروجهم وكذلك أمر النساء بأن يغضضن من أبصارهن وأتبعها بقوله ويحفظن فروجهن ومعنى ذلك أن النظر بريد الزنا فما بال الناس قد غفلوا وخادعوا أنفسهم فزعموا أن التبرج قد أصبح أمرا عاديا مألوفا لا يؤثر على الأخلاق ولا يثير دفائن الشهوات ولا يوقد نار المحرم من اللذات أما إنهم لو عقلوا لعلموا أن هذا الزعم باطل ومحال ولا شك فإنه لو كان الأمر كذلك لصدق في حال الزوج مع زوجته ولنقلبت المودة بينهما إلى عداوة والشوق نفورا ولأصبح كل من الزوجين حريصا على أن يغير زوجه بعد حين من الزمن فهل هذا الواقع؟ كلا فإن الرجولة هي الرجولة والأنوثة هي الأنوثة وإن الجاذبية بين الرجل والمرأة هي الجاذبية الفطرية لا تتغير ولن تتغير مدى الدهر وهي شيء يجري في عروقهما وينتهي في كل من الجنسين ميوله وغرائزه الطبيعية فإن الدم يحمل الإفرازات الهرمونية من الغدد الصماء المختلفة فتؤثر على المخ والأعصاب وغيرها من الأعضاء بل إن كل جزء من جسم الإنسان يتميز عما يشبهه في الجنس الآخر ولذلك تظهر صفات الأنوثة في المرأة في تركيب جسمها كله وفي شكلها وأخلاقها وأفكارها وميولها كما تظهر مميزات الرجولة في الرجل في بدنه وهيئته وصوته وأعماله وميوله وهذه قواعد فطرية طبيعية لم تتغير من يوم أن خلق الله الإنسان ولن تتغير حتى تقوم الساعة ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله لقد حذر الله المؤمنين والمؤمنات مما يثير شهواتهم وشهواتهن فلم يشدد التحذير من الزنا فحسب بل مما يدعو إلى الزنا فقال تعالى ولا تقرب الزنا يريد الله سبحانه وتعالى بذلك أن اجتناب عمل الفاحشة ليس هو كل ما يجب على المؤمن والمؤمنة بل ينبغي أن يبتعد كل منهما عما يقوده إلى الزنا من متعة العين ولذة البصر أو الأذن أو أي حاسة من الحواس الأخرى وما أحكم وأجمل قول فضيلة الشيخ محمد الغزالي إننا إذا اتفقنا على أن السلة مرض لم نختلف في منع أسباب العدوى وإذا اتفقنا على أن الزنا فاحشة لم نختلف في منع ما يؤدي إليه من تقاليد التبرج والانطلاق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر وقال أيضا ثلاث أعين لا تمسها النار عين غضت عن محارم الله وعين حارست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وقال عيسى عليه السلام من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنا بها في قلبه نفهم من ذلك أن تمتع النظر ضرب من الزنا وحظ عظيم من اللذة وجزء مهم من تمتع الرجل بالمرأة ولذلك فهو يمتد ويصب إلى الجميلة وينفر من الدميمة وهما في الأنوثة سواء ولذة النظر متعة عظيمة للإنسان فكم أنفق الناس من النفقات الباهظة لتتمتع أنظارهم فزينوا البيوت والأسقف والجدران وأنشأوا الحدائق ونسقوها بأشجار وأزهار وأثثوا ديارهم بفاخر الرياش والأثاث الذي يلذ الأعين ويمتع البصر وهم لا يلمسون ولكنهم يتلذذون بأبصارهم فلذة العين تشترك في كل لذة حتى في لذة الأكل ولذلك يقال العين تأكل أكثر من الفم بل إن النظر إلى الأكل الشهي يكفي وحده لبدء إفراز العصارات الهاضمة في المائدة فإذا كانت العين تتلذذ بمنظر المأكل والفواكه الشهية أكثر مما يتلذذ الفم بطعمها فكيف بتلذذها في التهام الجمال ولحم ذات الحسن والدلال فينبغي للمسلم التقي أن يلجم عينيه بلجام الحياء والعفاف حتى ينجو من الزلل فالشهوة لا تصح إلا إذا إيقظها ولا تتنبه إلا إذا دعاها والمرأة المتبرجة شرارة للزيناد فهي مجرمة تغوي بجمالها العباد ونكبة تنشر من حولها الفساد لأن كثيرا ممن يرونها في سن الطيش تتحكم فيهم رعونة الشباب تتدور نفوسهم جوعا عند رؤية لحمها كالذئاب فيبحثون عما يشبع نهمهم ولو كان جيفة نتنا فيتهافتون عليها تهافت الذئاب فالويل لها من شيطان الرجيم يأخذ الرجال إلى نار جهنم فلو احتشمت المرأة واجتنبت التبرج والخلاعة في كلامها ومشيتها لمن تشر هذا الفساد والشر المستطير إذ من المحال أن تصان الأعراض وكرامة الأسر إلا بالاحتشام والغض من البصر فكم من نظرة جرت الخراب والشقاء وفرقت بين الأزواج وأشقت الأبناء وأصل البلاء كله نظرة كما قال الشاعر نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء وقال آخر كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرار التبرج يزري بالمرأة وكل امرأة خرجت من خدرها إلى الطرقات عروسا قد أخذت زخرفها وزينت لسان حالها يقول ألا تنظرون إلى هذا الجمال هل من راغب في القرب والوصال إنها تعرض جمالها في أسواق الشوارع كما يعرض التاجر المتجول سلعه وكما يعرض بائع الحلوى ما عنده مزينا بالألوان الزاهية والأوراق اللامعة ليسترعي الأنظار ويغري النفوس ويثير الشهية فتروج بضاعته ويكثر المشترون ويتهافت الطلاب والجياع النهيمون كيف تقبل المرأة الشريفة العفيفة عرض جمالها في السوق سلعة رخيصة تتداولها الأعين وكيف يرضى لها حياؤها أن تكون مبعث إثارة شهوة في نفس رجل يراها بل وكيف يطيق الشعور بأن يصبو إليها ويتمناها إنها لو فكرت في ذلك الأمر برهة لحمرت خجلا ولسترت جمالها وزينتها عن الأعين الشريهة الوقحة وقد قال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما يحوط الله المرأة المؤمنة في هذه الآية بهالة من الصون والكرامة وأن تكون في إطار من الإجلال والإكبار فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يلزم نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابي بهن والجلباب هو الثوب الواسع أي أن يسترن بثيابهن الواسعة ليعرفن بالحصانة والتقوى والعفاف فلا يؤذين بأعمال سافلة دنيئة ولا تنغص حياتهن بنظرات وقحة جريئة ولا توجه إليهن أقوال مهينة بذيئة فإن المؤمنة التقية يجب أن يدل مظهرها على مخبرها وأن يبدو إيمانها وتقوها في ملبسها كما يبدو في أقوالها وأعمالها يجب أن يستعى الإيمان في كل تصرفاتها وأحوالها فتعرف أنها من أهل القرآن بتنفيذ أوامر القرآن فيحترمها المؤمنون ولا يؤذيها الفاسقون فبالله ماذا سترت نساء من يدعون الإسلام الآن من زينتهن التي أمرن بسترها إذا كنا هكذا في الطرقات عاريات الأذرع والسيقان والصدور باديات النهود والأرداف مصبغات الوجوه والعين والثغور حاسرات الرؤوس مسترسلات الشعور ماذا تركت الشريفة لغيرها من فنون التبرج وماذا أبقت لنفسها من ضروب الاحتشام إنها لم تترك من ذلك ولم تبق شيئا فبالله أيتها السيدة المسترمة أتستطيعين أن تفرق ما بين الراقصة الخليعة الفاجرة وبين السيدة الشريفة الطاهرة لذلك تطارد الذئاب الشريفة كغيرها إذ يظنونها صيدا وقنيصة فتسمع وترى ما يخجلها ويؤذيها لأنها تشبهت بمن لا كرامة ولا شرف لها ولم تتعزز وتتحسن بوقار الاحتشام فضاعت عزتها وظنوها سلعة كبقية السلع وعرضت نفسها للمهانة والازدراء فيا حسرتا على النساء لقد فقدت أيتها المسلمة احترامك عندما خلعت الخمار فخلعت معه الحياء والاحتشام وارتديت ثوب الخلاعة فنظر إليك بعين الازدراء والاحتقار فيا للفضيحة ويا للخجل والعار والخمار شعار التقوى والإسلام الخمار برهان الحياء والاحتشام الخمار سياج الإجلال والاحترام الخمار يا سيدة المسلمة أشرف إكليل لجمالك وأعظم دليل على أدبك وكمالك صوني أيتها الشريفة المؤمنة جسمك الطاهر من اعتداء الأعين الباغية وحصنيه بالاحتشام لتذودي عنه السهام العاتية فليست الشريفة الطاهرة من تسمح لرجل أن يتمتع ببدنها وأن يلامسه بل الطاهرة الحق هي التي لا تسمح لعين أن تقع على جسمها الطاهر فتدنسه فإن للعفاف والطهارة درجات كما أن للتهتك والعهارة درجات والنفوس تتفاوت عهارتها وشراهتها فهناك نفس عفيفة شريفة يصونها الحياء تتألم لنظرة جريئة فتختمر احتفاظا لهيبتها وتحتشم وتستطر حرصا على كرامتها وإشفاقا من أن يكون جمالها مطمع الأنظار ومطرح أقدار الأفكار وهناك نفس خبيثة غاوية مستهترة عابثة لاهية تنعم وتسعد بأن تعانقها وتداعب بدنها الأنظار تبتهج بأن تكون شهوة النفوس والأبصار فتبالغ في استعراض جسمها وأناقتها وتغالي في التبرج والخلاعة طلبا للذاتها هذه هي نفسية المتبرجة التي تعتبر في نظر المدنية الكاذبة امرأة راقية ولكن هل هي في نظر الإسلام مسلمة تقية ألم تتذنس بأنظار الرجال كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر ولو أن المتبرجة تأملت بعين بصيرتها ولو كان لها قلب يعي لوجدت أنها باصطناعها هذا الجمال المزور ومبالغتها في التزيّن لن تكسب في الحقيقة جمالا ولا محاسنة بل إنها تمسخ وجهها وتخفي ما حباه الله به من الجمال الفطري بقناع من الأصباغ الزاهية التي تختلف وتشذ عن الطبيعة ينبو عنها الذوق السليم وهي لا تأبه لذلك ولا تفطن لما صنعت بوجهها من التشويه والتقبيح فإن الله تعالى لم يخلق جفونا زرقاء لا محاسنة ولا سوداء قاتمة إلا في القردة والكلاب ولا شفاها حمراء قانية كأنها ولغت في الدم المسفوح ولا خدودا مضطرمة متوهجة لاحمرار ولا حواجب هلالية لا محاسنة تذكر بما يتخيلون ويوصفون في الأساطير من حواجب الشياطين وأظافر مدببة حمراء كأنها مخالب حيوان كاسر مخضبة بدماء فريسته فبالله هل هذا جمال أم دمامة وبشاعة فلما هذه المبالغة المشوهة للخلق الذي جعله الله في أحسن تقويم فكل شيء زاد عن حده إنقلب إلى ضده وإتقان الجمال إنما يكون بمحاكاة خلق الله سبحانه الذي أتقن كل شيء وأحسن كل شيء خلقه ولن يكون أحد أحذق ولا أبدع منه تصويرا ولا أدق منه تجميلا ولا أحسن منه تنسيقا فهو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدا سبحانه وتعالى فالمصور البارع هو الذي يقلد خلق الله ويحاول أن يحاكي الطبيعة كاملة من كل نواحيها المتناسقة فإذا بالغ وغير في لون من الألوان أو وضع جزءا مكان جزء آخر أفسد عمله فكم من سيدة شوهت جمالها بالمبالغة في التجميل وكم من سيدة أظهرت عيوب وجهها بالأصداغ فزادت الدمامة وضوحا وهتكت عيوب جسمها بالملابس الضيقة القصيرة فاستلفتت الأنظار إليها وكم من عجوز متصابية تزينت وتجملت فصارت سخرية للناس وهي تظن أنها بفعلها هذا قد صغرت سنا ولا تدري أنها في الحقيقة صغرت عقلا وقلت احتراما ألا فاعلمنا أيتها سيدات أن الأصداغ والزينة تزيد الدميمة دمامة وتزيد العجوز شيخوخة وأن الجمال الحقيقي إنما هو جمال النفس المهذبة النقية يشيع من العيون ويتدفق على الوجه فيكسوه جمالا وجمال الحياء يتألق ويغمر الوجه نورا وبهاء ينفذ إلى القلب ويبهر الأبصار فكم من وجه جميل يغشاه الخبث والوقاحة فتظلم بهجته وكم من عيون جميلة الشكل يعلوها صدأ الجهل والغباوة أو ينتابها مرض التبجح والوقاحة فيطمس بريقها ويطفئ نورها ويتحول جمالها قبحا كم من وجه دميم يزهو ويصطع بنور التقوى والعلم والأدب فكيف تفضلين أيتها المسلمة أن تكوني أنيقة خليعة فاتنة على أن تكوني محتشمة محترمة مؤمنا فكيف تقدمين جمال جسمك وهندامك على جمال نفسك واحتشامك كيف يهون عليك أن تخفي نور الإيمان في وجهك بغشاء من التزوير ونقاب من الكذب والتزييف كيف تستبدلين بجمال الحياء والخفر قناعا من الوقاحة إن المرأة التي تواجه الرجال متوقحة بأصباغها مستعرضة لزينتها في جمالها قد تجرزت من ثوب الحياء وفقدت بذلك أكبر جاذبية في جمالها وأجمل زينة لوجهها فجمال حمرار الحياء على وجه المرأة لا تجاريه الأصباغ وإن يد الإنسان لتعجز عن أن تقلد جمالا فطره الله في الروح لا على الظاهر قال الأديب الفرنسي الشهير فيكتور هوغو إن أجمل فتاة هي التي لا تدري بجمالها فإذا كانت أجمل فتاة هي التي لا تدري بجمالها فما أقبح تلك الجميلة التي تظهر جمالها بحركاتها الخليعة والمخلوعة المفككة التي تتلوى زهوا وعجبا وتتمطخ تيالا وكبرا ويبدو في حركتها ومشيتها الطيش والتكلف وفي نظراتها التبجح والتعجرف وفي كلامها التدلل والتطرف فتفوق الدميمة دمامة مهما كانت جميلة فكيف بها لو كان جمالها طلاءا موهوما وحسنها مصطنعا تافها مزعوما فهؤلاء الجاهلات المغرورات الغافلات عن عيونهن يغضبن عليهن الله بتبرجهن فيظلمن أنفسهن في الآخرة ويضحكن منهن الناس فيظلمن أنفسهن في الدنيا والآخرة تبرج المرأة يدل على جهلها فما أجهلك وأشقاك أيتها المرأة الطائشة التي تأتي المنكرة لتزدري وتستنكري والتي تقترف المعصية لتصير سخرية وما أصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء ناقصات عقل ودين فكلما نقص عقل المرأة زاد تبرجها وكلما زادت جهلا أفرطت في تزيونها وتهتكها وفرطت في جنب الحياء وتمثلت بنساء الجاهلية الأولى كما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وما أحكم المثل الذي يقول الرأس الفارغ يحتاج إلى الزينة أما الرأس المملوء فإنه لا يحتاج إلى الزينة لأن العلم يزينه وهو أعظم وأجمل زينة ولذلك نرى الأساتذة وأهل الفن والعلم الصحيح يتبسطون في لباسهم ولا يعنون بأناقتهم وهندامهم لأن الإنسان كلما عني بعلمه أهمل جسمه وكلما اهتم باللب احتقر المظاهر الخارجية فالمرء بأصغريه قلبه ولسانه لا ببرديه معطفه وفستانه وآية أن التبرج نتيجة الجهل والطيش وصغر العقل أن الطفل يعشق التبرج ويزدهي ويباهي بثيابه الجديدة ويطيل النظر في المرآة كما تفعل المتبرجة ولكن الطفل لا يلبث أن ينسى جماله وزينته وأما هي فتقضي حياتها في المرآة وتحرص على ملازمتها في كل لحظة من حياتها فتأخذها معها في حقيبة يبها أينما ذهبت لتتمتع بالنظر إلى جمالها ولتراقب أصباغ وجهها وإنه ليشق على المرأة الطائشة أن تستر جمالها المصطنع ويؤلمها أشد الألم أن لا تفتن الناس بمحاسنها وأناقتها وتترقب كلمة الاستحسان من السفهاء فتطربها فرحا وترقص لها طربا وأعجب العجب أن تحذو حذوها وتعمل عملها مثقفة متنورة متخرجة في الكليات حاملة لأعلى الشهادات فتتغافل عن أمر الله وتتبرأ من الخمار وتبيح لنفسها ما حرم ربها مستهترة بغضبه متعملة مصرة على اتباع هواها ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فويل لهذه المتعلمة المتجاهلة التي لا تستطيع أن تعصي هواها وتستهين بأن تعصي خالقها ومولاها وتسمع آيات الله وتفهم أمره المؤكد بالاختشام والاختمار ثم تصر على تبرجها مستكبرة كأن لم تسمعها ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم أو تظن هذه المتغافلة أن الله جعل إليها الاختيار في شرائعه ما تهوى لنفسها فتختار منها ما تشاء وتعصي منها ما تشاء وكأنها في سوق تنتقي منه ما يوافق هواها وتترك ما لا يوافقه إذ تطيع بعض أوامر الكتاب وتعصي البعض الآخر ألم تسمع وعيد الله لها ولأمثالها في قوله سبحانه وتعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون إن الله لم يجعل الشرائع والأوامر تبعا لأهواء الناس وهو القائل سبحانه وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن وإنه سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد من المؤمنين والمؤمنات أن يختار برأيه وهواه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا من فضلك تابع بقية المادة أعذار واهية نعم إن التبرج هوا سيطر على النفوس واستعبد القلوب وأعمى بصائر النساء والرجال هوا خضع له صاغرا المتعلم المتنور كما خضع له الجاهل المتبلد وخضع له المتدين كما خضع له الفاسق والملحد وانقاد له الجميع بلا تردد ولا تورع بل في امتثال واستسلام ونشوة ولذة أسكرتهم خمرته وسلبت نهاهم فتنته فتغاضوا عن تحريم الله له وأباحوه وانتحلوا المعاذير واختلقوا له المزايا ليبرروه فمن قائلة إنه من الصغائر ومن قائلة إنه عنوان المدنية ومن قائلة إنها لا تستطيع مخالفة غيرها فتضع نفسها موضع السخرية والنقد ومن قائل إنه أقرب سبيل للتعجيل بزواج بناته ومن النساء من ادعت أنها تتجمل طاعة لزوجها وحرصا على إرضائه ومن ادعت أنها صغيرة السن ولم يحن بعد وقت الاحتشام ومن ادعت أنها عجوز لا يعبأ بها ومن ادعت أنها تبيح لنفسها السفور والأصباغ لأنها دميمة ينفر الرجال من منظرها وهكذا خدع كل منهم نفسه وتغافل عن ذنبه وأصر على معصية الله وهو يعلم ليرضي هواه فالمرأة المتعلمة أقدر النساء على الجدل ولو بالباطل ينطبق عليها قول الله تعالى ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا فهي تجادل وتعارض وتحاور وتداور وتسمي تقوى الله جمودا ويعتبر الاختشام والاختمار تزمتا كأنها لم تعرف الإسلام ولم تفهم القرآن فإن المسلمة المتعلمة المتنورة ترى أنه من الواجبات عليها وترى أن من الواجبات عليها أن تحارب الفجور والعصيان وأن تنهى عن المنكر وأن تحاول أن تنقذ نفسها وبنات جنسها وبنات دينها من الخروج على آداب الإسلام وأن تدعو إلى الله ربها بما وهبها من بلاغة اللسان وقوة المنطق وبراعة القلم شكرا له على ما آتاها من هذه النعم العظيمة إلا أن أولئك المتعلمات يعلمن ظاهرا من الحياة الدنيا وهن عن الآخرة غافلات وذلك يزين الكبائر صغائر والمنكر معروفا فتزعم المتدينات منهن أن التبرج من الصغائر وأن حسناتها الكثيرة من صلاة وصدقات وحج وصيام ستمحو هذه الذنوب الصغيرة لأن الحسنات يذهبنا السيئات ألا فاعلمي أيتها المستهينة بأمر الله المستخفة بغضبه وإقابه يعلمي أن كل ما نهى الله عنه فهو من الكبائر خصوصا هذا التبرج الذي شدد الله فيه الوعيد والتحذير وشدد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أعظم التشديد فزعمك هذا باطل ووهم كاذب ألا فتيقني أن تبرج هادم لكل الحسنات بل وهادم لحقيقة الإسلام وهو إثم من أكبر الآثام ففكري أيتها السيدة كم مرة أتيت هذا الأمر الكبير وكم أظهرت من عورة وكم هتكت من حرمة وكم أيقظت من فتنة وكم من عين شرهة التهمت لحمك وتمتعت بجمالك وكم من نفس مجرمة شوقت لوصلك اجمعي يا سيدي هذه الآثامة في كل خروجك ونزهاتك طوال حياتك فستجدين وزرا ثقيلا تنوئين تحته ولا تستطيعين حمله يوم الحشر إنك تستصغرين كبير الإثم وهو ذنب آخر مع الذنب نفسه ففي تصغير الذنب تصغير لأمر الله عز وجل وفي تعظيم الذنب تعظيم لأمره سبحانه وتعالى وفي الحديث المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه والمنافق يرى ذنبه كالذباب وقع على وجهه فأطاره إن الحسنات إنما يذهب للسيئات مع الندم والتوبة أما مع الإصرار على المعصية والجرأة والاستهتار بالسيئات فإن السيئات عندئذ هي التي تذهب الحسنات وتحرقها حرقا كما قال الله تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما فكيف يهون على المسلمة العاقلة المتعلمة أن تحبط عملها وتخسر حسناتها وتضشي بسعادتها الأبدية من أجل شيء تافه ولذة وقتية بل ليس هناك لذة إنما هي تعب مضن ومضيعة للوقت والمال في الفسوق والضلال وهي تضيع كذلك صومها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه وهل أعظم من التبرج زورا وضلالا وإصرارا على العسيان ألم تسمع هذه المتبرجة المتعلمة المتنورة ما يثبت أن العسيان يبطل الأعمال في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فكيف نجرؤ على العسيان فنبطل أعمالنا ونفقد حسناتنا ونحن نفهم معنى الآية الكريمة بل إن ذلك تضيع للصلاة من أجل قليل من الأصباغ على وجهها وتنسيق شعرها فلا تتوضأ هذه المتبرجة لتحافظ على الزينة ولا تحافظ على الصلاة بل إن صلاتها حابطة أيضا لأنها لم تنهها عن هذا المنكر كما قال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكما قال صلى الله عليه وسلم من لم تنهوا صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له ثم نزعم بعد ذلك أننا تعلمنا وتثقفنا وأننا آمنا بالقرآن الكريم وكيف نقرأ القرآن وأمر مولانا وخالقنا ورازقنا وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن ثم نجسر على مخالفة أمره ولا نخشى غضبه ونزعم أننا نعقل ونعرف مصلحتنا ونفعنا وأننا على جانب عظيم من الحكمة والحصالة والتنور حقا إن من العلم جهلا وأن من لم يستنر بنور القرآن يظل يتخبط في ظلمات الضلال ويرسف في قيود الجهالة بالرغم من حصوله على أعلى الشهادات وأعظم الدرجات العلمية أو الأدبية وما أعجب أمر أولئك الذين يتشدقون بالمدنية يقولونها كلمة جوفاء لا يفقهون لها معنا فيزعمون أن التبرج هو ما تقتضيه مدنية العصر الحاضر وأنه عنوان العلم والتحضر والتنور وأن الخمار أصبح من مخلفات العصور الغابرة ولا يتفق مع حضارتنا وأنه يحط من قدر المرأة المتمدنة المثقفة ويصمها بالجهل والتأخر والحقيقة عكس ذلك فإن سيدة المحتشمة المختمرة طاعة وحياء لا تقليدا ووراثة هي التي عرفت دينها وخافت مولاها ومعرفة الدين والخوف من الله هو أعظم علم وأكبر تنور وتمدن والطائشة المتبرجة تدل على أنها لم تعرف الحياء وأنها جهلت دينها وربها أو أنها عرفته وأصرت على عصيان خالقها والجهل بالدين والجرأة على انتهاك حروماته هو أعظم جهل وتأخر وأكبر بربرية وهمجية وأبعد شيء من المدنية إن المدنية لتتبرأ من قوم مزقوا ثوب الحياء فانظروا معي إلى أن الإنسان الأول في حياته الوحشية الأولى وإلى الشعوب الزنجية المتوحشة تروا أن أبرز ما تمتاز به هو العري والإباحية في العادات وجدل الشعر والتزين بالريش والعظام والقواقع والحلي البراقة الزاهية وتغيير لون الشفاه والخدود والعيون وإطالة الأظافر والرقص العنيف هذه هي مظاهر الهمجية همجية الشعوب المتأخرة وهذا هو ما تقهقرت إليه الشعوب الغربية بخطى واسعة سريعة وهي تجرف معها الشعوب الشرقية المقلدة الغافلة السارجة التي فقدت شخصيتها حين أعرضت عن تعلم الدين الإسلامي الصحيح من موارده الصافية فاتبعتها في تأخرها لا في تقدمها وسارعت النساء المسلمات إلى تقليد المرأة الفاجرة اللادينية وظننا أن هذا التهتك هو ما يستلزمه نظام القرن العشرين وكأن الله تعالى لا يدري من شؤون الحضارات ما يدرين وكأن الناس أعرفوا بمصالحهم من رب العالمين فما أعظم شقاء كن يا من تعتدن بالموضة فإذا أمرت قلتن سمعنا وأطعنا ولو كان ذلك هلاككنا وخزيكن ماذا جرى لعقولكن حتى تفجرن مع الفاجرات وتقلدنهن تقليدا أعمى صاغرات كيف تحترن تقاليد الفسقة الفجار وتستهترن بشرائع المنتقم الجبار فما كان لمرأة إذا أمرت الموضة أن تكون لها الخيرة من أمرها وإذا أمر الله تعالى جابلتن وعارضتن وقلتن سمعنا وعصينا لن نستطيع مخالفة عصرنا ولا نبالي بمخالفة ربنا لا نطيق الخمار في هذا الحر ولا نطيق أن نكون أرضة لسخرية الناس فهل تطيقن أن تكون أرضة لعذاب رب الناس قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فيا أيةها الذاهلة المقلدة التي تقلد غيرها تقليدا أعمى واهمة أن ما يعمله كل الناس لا بد أن يكون حقا لأنه رأي الأغلبية الغالبة لقد جرفك تيار مدنية عصرك الكاذبة وأغرقك سيل الفسق والفجور لأنك أسيرة الهوى ضعيفة الإيمان جاهلة بدينك هاجرة للقرآن فلو كنت راسخة في العلم بدينك وتشريعه وأوامره لما استحسنت ما ترين عليه النساء ولما جرفك تيار الإباحية ولقبح في نظرك ما تقلدين من غير تفكير فإن السيل لا يجرف إلا الغثاء والزبد أما القوي الراسخ فإنه لا يتزعزع من مكانه ولا يستطيع السيل أن يزحزحه مهما كان قويا وجارفا أيتها المسلمة الغافلة نساء عصرك فجرن فلم تقلدينهن نساء عصرك يهمن في ضلال فلماذا ترافقينهن ألا تعلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب قوما حشر معهم وقال أيضا من تشبه بقوم فهو منهم وقال عليه الصلاة والسلام لا يكن أحدكم إن معه يقول أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء أسأت ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء أن تجتنبوا إساءتهم وهو صلى الله عليه وسلم الذي يقول أيضا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذ لهم حتى تقوم الساعة حرم التبرج على الشابة والعجوز والجميلة والدميمة وكم غر الشيطان المتزوجات زاعما لهن أنهن لا يزلن في ميعة الشباب وزهرة الصبا ولم يحن بعد وقت الاحتشام كأن الخمار جعل لستر الشيب والشيخوخة لا لستر الجمال والزينة مع أن الله تعالى قال يأمر النساء بعكس ذلك يقول سبحانه وتعالى والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم أي إذا وصلت المرأة إلى سن الشيخوخة بحيث قعدت عن الزوجية فلا بأس عليها أن تكشف رأسها غير متبرجة بزينة لأنها لا تجرب القلوب ولا تفتن العيون بشعرها الأشيب ووجهها المجعد فلا ضرر من ظهورها كذلك ولكن كلما كانت المرأة صغيرة وجميلة كانت أدعى للفتنة فيجب عليها ستر هذا الجمال والشباب عن آيون الشريهين الفاسقين وعن آيون المؤمنين الورعين الذين يتألمون من سرقة أبصارهم لجمال ليس لهم حلالا ويخشون الله ويعلمون أنه لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ومن السيدات من تزعم أنها كبيرة في السن فلن ينظر إليها رجل وفي الوقت نفسه تتصاب وتتجمل أيما تزين وتحاول ما استطاعت أن تصلح ما أفسده الدهر مع أن الله تعالى نهى القواعد عن التبرج بزينه وذلك لحكمة عظيمة منه جل شأنه فإن هناك المرأة التي تحتفظ ببعض جمالها وببعض نظارتها ورشاقتها حتى تتجاوز الخمسين بل حتى تتجاوز الستين من سنها فإذا هي تجملت ورممت عيوب وجهها وبدنها وصبغت شعرها وحاولت أن تبدو رشيقة أنيقة ظنها من رآها أصغر من حقيقة سنها بكثير وهكذا لم تعتبر من القواعد التي لا يسترعين الأنظار بشعرهن الأشياب ووجوههن المجعدة بل أصبحت متعة لبعض العيون وفتنة لأترابها من الرجال وهذا ما يبغضه الحكيم العليم وينهى عنه بقوله سبحانه وتعالى غير متبرجات بزينه كما أنه تعالى يبغض نية المرأة التي تتمنى أن يعجب بها من يراها وتستمتع بأن تحدق العيون العيون في جمال بدنها ومحياها لأن ذلك نية آثمة ينهى عنها الإسلام وعمل ذميم بعيد عن الحياء والإحذشام قد يغري باقتراف أكبر الآثام ومن السيدات من تزعم أنها دميمة لا تسترعي الأنظار وهي تقول ما تعتقد وتعمل ما ينادي بكذبها إذ أنها تكثر من التجمل والتزين لتخفي هذه الدمامة فإذا كانت تعتقد حقيقة أنها لن ينظر إليها رجل فلماذا تحاول إذن ستر هذه الدمامة بالأصباغ والزينة لتستلفت إليها الأنظار ولماذا لا تسترها بالاختمار والتحجب مهلا يا سيدتي فأذواق الرجال وميولهم تختلف وتتفاوت فمن يفضل النحيفة غير من يفضل البدينة ومن يحب الشقراء غير من يحب السمراء فتأكدي من وجود من يستحسنك من الرجال وأن كل فولة ولها كيال وربما يوجد من يرى دمامتك جمالا بل يوجد من الرجال الذي يشتهي كل امرأة مهما كانت دميمة فالنفس المحرومة الجائعة يعجبها أي غذاء إذن فلا يجوز لأي امرأة دميمة أو كبيرة أن تتبرج مهما كان سنها أو شكلها كم من حكمة عظيمة في الاحتشام والاختمار وعدم الاختلاط لا يفضل إليها الغافل فبذلك لا تستر الجمال فحسب بل تستر الدمامة فلا تخجل الدميمة من قبحها ولا تزدهي الجميلة بحسنها ولا يرى زوج الدميمة محاسن غيرها فيتحسر على حظه ويحسد غيره بل هناك من الرجال كما قلنا من يصب إلى من هي أدنى من زوجه جمالا وكلما رأى نوعا من الجمال تمناه وكلما رأى حسنا لم يمتلكه اشتهاه وكره جمال زوجه وأصبح لا يرى منه ما كان يراه فيسعى ما استطاع لإشباع شهواته وإرضاء هواه ولا يبالي بتهتك عرض ولا بشقاء أسرة ولا بغضب الله سبحانه وتعالى فتبرج المرأة ضرر جسيم وخطر عظيم يخرب الديار ويجلب الخزي والعار فكم دعا إلى العداوة والبغضاء بين الأخت وأختها والأخ وأخيه وكم فصل الزوج من زوجه وحرمه بناته وبنيه وكم خيب الآمال وحسر قلوب الرجال والنساء ودعا إلى الحرام وترك الحلال فأخفي جمالك الفتاك أيتها المرأة ولا تؤذي به النفوس وتغويها ولا تضيعي به الآداب والأخلاق والزمي حدود ربك سبحانه وتعالى ولا تتعديها استري زينتك كما أمرك سبحانه وتعالى فما أسعد المرأة التي تشعر بأن جمالها بريء لم يقترف إثماء ولم يؤذي أحدا ولم يسبب حسرة ولم يثر شهوة ولم تلتهم لحمها الأنظار ولم تلك إرضها الأفواه فجمالك إذا صنته كان سعادة ونعمة وإذا ابتذلته حولته إلى شقوة ونقمة فكم من جميلة أغواها شيطان جمالها بالانغماس في التبرج والتزين والإفراط في الخروج والتجول تهيم على وجهها مستعرضة لزينتها في كل واد وتجول مستلفتة إليها الأنظار في كل ناد فذهب شبابها وخسرت مستقبلها في الدارين ورغب الرجال عنها ونفروا منها مستنكرين ما كان من عرض لجمالها ولم يتزوجها واحد ممن كان يحوم حولها متعلقة فالويل لك أيتها المتبرجة من شيطان الجمال وبئس الجمال جمال دعاك إلى الخلاعة والاختيال ورماك في بؤرة الفسق والضلال جرت خلفك الذئاب والثعالب وهرب منك الرجال فبئس الجمال جمال أحاطك بالاحتقار ووصمك بما يهوي بك إلى حضيض الذل والعار فما عليك أيتها المتبرجة سلي نفسك لو كنت مسلمة إذا رأاك الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل بين الرجال ماذا كان يقول وماذا كان يفعل إنك تعلمين أن الله تعالى يراك وأنه معك أينما حللت ففكري هل هو راض عنك وتصوري كيف يكون انتقامه منك فكيف تخدعين نفسك أيتها القاسية إذ تتجاهلين وأنت على يقين من أن الله غاضب عليك والرسول صلى الله عليه وسلم بريء منك والإسلام غريب عنك ولن تعتبر من المسلمات يوم القيامة ولن تدخل الجنة ولن تشمي رائحتها كما قال عليه الصلاة والسلام صنفان من أمة من أهل النار قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة خمسمائة سنة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب يعي فيا أيتها الغافلة اسمعي وانتبهي وأنصتي لآيات الله بقلبك أقنطي لربك واسجدي واركعي ولا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى أقلعي ولا تتبعي من سعى لحتفه ارجعي وبادري إلى التوبة قبل فوات الأوان نعم أسرعي قبل أن يجيء وقت لا تنفع فيه توبة من التبرج إذ لا توبة من هذه المعصية إلا من قريب لا في سن لا جناح على النساء فيها أن يضعن ثيابهن فلا يكون ترك المعصية إلا عن عجز لا عن توبة صادقة فلا توبة من التبرج إلا لمن تستطيع التبرج ولا قيمة لتوبة إلا عند المقدرة أما إذا فات الشباب فلا توبة منه ولا مغفرة كلمة إلى الرجال إن واجب الحق والنصح يقتضي أن أوجه كلمة إلى الرجال كما وجهت كلمة السابقة إلى النساء إذ ليس النساء وحدهن مسؤولات عما وصلن إليه من انهيار الأخلاق بهذا التبرج والتبذل بل لقد كان الأحق والأولى أن يوجه الكلام كله إلى الرجال لأن السبب في انتشار داء التبرج واستفحال شره إنما يرجع إلى إهمال الرجل في القيام بواجبه نحو المرأة وهذا الإهمال ناشئ عن جهله أو تجاهله أنه مسؤول عنها نفسا وعقلا وجسما وأنه قيم عليها مكلف برعايتها أيا كان أبا أو زوجا أو أخا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رأيته وأنه مأمور بالقيام على تهذيبها والعناية بخلوقها ودينها ودنياها وآخرتها كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء وأنه رقيب على أفعالها وأحوالها وتقواها وأذبها كما أمره ربه سبحانه وتعالى بقوله والتي تخافون نشوزهن فعضوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فما أفسد المرأة إلا فساد الرجل واستهتاره بدينه وواجب الرجولة والأبوة والزوجية فكل امرأة فاسدة إنما دفعها إلى الفساد وفتح لها بابه أب أو أزوج فاسد لم يعرف الله ربه فعمي عن الصراط السوي وجاهر بالخروج على الدين والأخلاق أو أب أو زوج ضعيف فقد نخوة الرجال وغيرتهم ضعيف الإيمان متغافل عن أوامر الله مستهين بمعصيته فكم من ابنة منكودة شقية أضلها أبوها بضلاله وغذها بفساده فشبت لا تعرف الحياء ولا الدين نشأت في أحضان الرذيلة ولم تعاشر ولم تخالط إلا الشيطان ثم قذف بها ذلك الأب الضال إلى زوج فاجر مثله من الفاسدين فراحت فريسة فساد الأب والزوج وهامت مثلهما في غياه بالضلال وساقاها معهما إلى الجحيم وكم من ابنة بائسة نكبت بأب ضعيف الإرادة استعبده هواه يزعم الإيمان بالله وكتابه ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن ولكنه لا يعرف معروفا ولا يستنكر منكرا إذ يعشق التبرج ويمقط الاحتشام ويسخر من الخمار ويعتبره أصفادا ثقيلة وقيودا مضجرة بغيضة تحرم ابنته العزيزة حريتها ومتعتها بجمالها الفتان وشبابها الغض فيغريها بالتبرج ويدفعها إلى العصيان بلا رحمة ولا يبالي بغضب الله وهو يكرر قراءة أمره تعالى في القرآن الكريم وليضربن بخمرهن على جيوبهن وذلك لأنه أسير الهوى ومفتون بحب ابنته أعمى حبها قلبه وفتن وخلب لبه فأضلها وعصى ربه فما أعجب وأحقر حبه إنما أموالكم وأولادكم فتنة فقل لي بربك أيها الأبو الذي يزعم الإيمان بالقرآن هل من التقوى والإيمان أن تفهم أمر الله بالاختمار والاحتشام ثم لا تغضب لتبرج ابنتك ولا تنهاها عن العصيان وهل من الحب والحنان أن لا تبالي بتعرضها لغضب الله وعقابه وأن لا تحاول إنقاذها من مخالب الشيطان ألم تسمع قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة ولذلك أيها الأبو القاسي أهملت تربية ابنتك التربية الدينية ولم تعبأ بسعادتها في حين أنك في أشد العناية بمتعتها الدنيوية وسعيت إلى تعليمها اللغات الأجنبية والعادات والتقاليد الغربية وتركتها ترتع في المدارس على غير هدى تتعلم ما لا ينفعها وتعتنق بعصبية مذاهب دعاة السفور وتشبع بآراء محرذي المرأة بل مضليها ومقيديها بأغلال الجهل والعصيان لقد أضللتها في سبيل مظلمة ملتوية من فلسفات غربية وبعدت بها عن طاعة الله وتنفيذ أوامر القرآن أيها المسلمون ما بلغ النساء هذا الحد من الفساد إلا بإغرائكم وما الله بغافل عما تعملون وقد ولاكم أمر نسائكم لتصلحوا الولاية فأسأتم باستهتاركم أفلا تتقون أيها المسلمون لقد أهملتم الرعاية وأغفلتم الحذر وشجعتم الغواية وركبتم الخطر وما تهلكون إلا أنفسكم وما تشعرون إنكم تتمردون على ربكم ولا تبالون بغضبه وعقابه وتلقون بأيديكم إلى التهلكة فهل أنتم منتهون إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون فاتقوا الله أيها المسلمون ولا تفرطوا في القيام على ما استرعاكم من النساء وولاكم أمرهن بقوله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء فقوموا بأقدس واجب كلفتم به وصونوا أنفس أمانة أمرتم بالمحافظة عليها ورعايتها وقد حذركم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبهكم إلى مسؤوليتكم عنها بقوله عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فكل أب مسؤول عن ابنته وكل زوج مسؤول عن زوجته كما أن كل رجل مسؤول عن نسائه وأولاده وكل مسلم مسؤول عما كلفه الله إياه ووضعه تحت يده وتحت نفوذه ومن لكه قيادة زمامه فمن أرخى الزمام كان مسؤولا عن نتيجة إهماله ولا ينجو مستهتر من عواقب استهتاره بأمر الله مستخفا بغضبه من انتقامه وقصاصه في الدنيا والآخرة فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واذكروا دائما هذا الوعيد في قوله سبحانه وتعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا انتهى كتاب التبرج للمؤلفة نعمة صدقي قرأه عليكم إسماعيل انتهت هذه المادة ولكم تحييات أسوانكم في شبكة الألو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا